بسم الله الرحمن الرحيم الله مصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما نتمنى الحبابي يكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة تنشكر المتابعين لقدمه جداد والناس اللي تيدعموا هذه القناة تنشكرهم بزد إن شاء الله بحول الله وقوته اليوم الوصفة دينا هي عبارة على مكونات لغاية تردولنا النحس وغادي إن شاء الله نديرهم على يقين أن نحيدوا النحس بعد النساء تقول لك أنا منحوسة والتحاجة ما نجح معي عندي مشاكل عندي ديون عندي تراكمات في حياتي إذن الناس اللي عندهم مشاكل وعندهم تراكمات في حياتهم لابد تجي واحد الوقت اللي تتسكر في وجهك ولكن تبقى باب الكريم مفتوح في وجهك لابد نكونوا إيجابيين بالقرآن والتسبيح والأذكار وندكروا الله باش يذكرنا بعد الأحيان تتعثر الأمور ما تتعرفيهاش منين تتعثر تتكون ديما عندك واحد الحدث بأن الأمور عندك كلها مسدودة ولكن الله سبحانه وتعالى ما تتعرفيش أشنو خازلك خازلك غير الخير سوف نأخذ هذا الصغاء إن شاء الله بحول الله وقوته على أننا أنطردوا النحس النحس اللي عندنا دائما عندنا مشاكل في النحس والتابعة التابعة بعد الأحيان هي اللي ستعطيك طاقة النحس التابعة هي تتكون متبوعة من الحسد والعين وأي بلاصة مشيتي لها تكون متبوعة التابعة أو النحس بحال بحال لأن النحس يجي من التابعة التابعة هي أصلها جن وهي تتركب الإنسان على حسب الحسد الشديد الإنسان مقابلك العين الحاقدة السحر المخطى اللي ما يكون جديالك وتخطيك تتكون لك تابعة من الجن والإنس أي حاجة حطيتي في هيدك إلا وأنتي تتكوني عندك مشاكل إذن أحبابي عدنا هاد الوصفة اللي غادي إن شاء الله نحيده بها النحس والتابعة إما نعم بها يوم الثنين ولا الثلاث ولا الآربة غادي نديرها ثلاث أيام غادي نبدأها يوم الاثنين على نية أنني بغيت بغيت أنني نحيد هاد المشاكل اللي عندي في الجسد ديالي إذن مشاكيلي أو نحسي أو هذا تنعرف بأنني متبوعة عندي تابعة المكونات اللي حطينا هما رائعين وأكثر من رائعين عدنا الخزامة عدنا أم الناس عدنا الجاوي عدنا الملحاء السخرية عدنا الخزامة العرعار الكروية وعدنا أم الناس الجاوي والملحاء السخرية لا بد أننا غادي ناخدوا واحد الكسرون وغادي إن شاء الله نتبخوا هذه المكونات جيداً لأننا غادي نتبخوا بهم وغادي نتبخوا بهم عاداً نعموا بهم والرش العتابة والرش البيت وإن شاء الله بحول الله يقدر يديرها الشخص راجل أو مرة الراجل اللي تيكون أي حاجة حط في يده تيكون ما عندوش الظهر وما عندوش تسخير الأمور في العمل إذن غادي ناخد واحد الكسرون غادي نوضع فيها المكونات غادي نوضع فيها المكونات على أساس أنني غادي نبخر نفسي نبخر البيت وغادي هذا الماء غادي نعوم به ولكن غادي إن شاء الله بحول الله وقوتي بدون قراءة هذه ولكن الوقت اللي تكوني الوقت اللي تكوني ترشي البيت خاصتك تكون صورة البقرة مشغلة لأننا غادي نخدمها مدة ثلاث أيام وغادي إن شاء الله كل يوم نحط هاد المكونات على نار مهيلة ونخليهم في كسرون يتبخوا ونغطيهم بواحد غطاء على أساس أنني بغيت نجمع ذلك النفس باش نتبخر نلبس واحد للجلبة بنكون محيدة الملابس وأنا تنتبخر وتنقول اللهم طرد عني التابعة والنحس والتوابع اللهم طرد عني التابعة والنحس والتوابع التوابع هما السحر والعين والمشاكل اللي تتحسي بها إن شاء الله بحولي اللهوة قواتي على أساس أنني بغيت نطهر الجسد ديالي وغادي ناخد ذلك الماء غادي نصفيه مزيان غادي نصفيه وغادي ندخل الدوش وغادي نوصل الجسد ديالي من رأسي حتى الرجلية مدة ثلاث أيام نعود يوم آخر نعود أنني انتبخ هاد المكونات ونعود نغسل بهم ثلاث أيام متتابعة الغسل مع العصر أو الظهر أو الصبح مع الفجر إذن هادك المكونات اللي سنتبخصني أن نخليهم ينشفوا في الضل ما غاديش اللحم وغادي إن شاء الله نتبخر بهم إلا ما بغيش نتبخر بهم غادي اللحم في مكان عاشب ولكن الناس اللي عندهم الناس اللي عندهم تابعة تيدوموا على صورة الصفات وقنينة الماء قنينة الماء اللي غادي نقرأ لهم صورة الصفات والفاتحة مرة وحدة وغادي نشرب هادك الليلة نشرب هادك ثلاث أيام نقرأ صورة الصفات كل الليلة نقرأها في قنينة نشرب هادك الساعة ونشرب الصباح ونشرب مع الظهر ووقت مجاني لأعطش غادي نشرب الوقت لنكون خارجها الرش الملابس ديالي ندير واحد القنينة فيها ماء الزهر أو ماء الورد ونضيف لها قليل من ماء المقرع عليه ونقرش الجسد ديالي أم الملابس ديالي فوق التياب الرشة خفيفة لأن المتبوع ديما تابع الصداع وتابع المشاكل والخسارة إذن الناس اللي عندهم هذه المشاكل يحاولوا أنهم يتبخروا بالبخار ويعوموا ويشربوا الماء لمقرع عليه الصورة الكريمة هي صورة الصافات رائعة وأكثر من رائعة إذن الناس اللي بغوا هذي المكونات غدي ياخدوا كل مكونات منه خمس دراهم والملح غير جوج دراهم غدي يعطيك واحدة الكمية كبيرة اللي غدي تقسمها على ثلاث أقسام بدون قراءة الوقت اللي تكون التبخرية ضروري أنك تنطقي بأنك يبغيش تترضي التابعة والنحس والتوابع فشرب يبعد عليك التابعة والنحس والتوابع البنت اللي متبعه لابد أنها الشعر ديالها إذا كان يطيح تحاول الوقت اللي تكون كسرنا تتجادب البخار تحاول تبخر الشعر ديالها باش ما يبقاش تنزلوها كل أمام وتخليه تطلع مع هذيك البخار وتدير من ديل في نفس الوقت باش ما تضربهاش شقيقة أو أنها على البخار الوقت اللي ندخل لندوش ديك ساعة نوصل شعري ونغسل كل شيء هذا كل ما ما تضيفي عليه حتمو كوين تضيفي عليه ماء اللي أبغيتي الكافي اللي غدي تشلي به فقط أضيفي عليه ماء اللي غدي تشلي به وفي نفس الوقت أنت بديت تتخلصي من العوارد مدة ثلاث أيام اثنين ثلاثة لاربع ستختميها بيوم الأربعة إذن الناس اللي عندهم التوابع يحاولوا أنهم يديروا هذي الوصفة رائعة أكثر من رائعة لأنها فيها فوائد كثيرة وحاولوا أنكم تديروها حاولوا أحبابي تخليوا لي لايك حاولوا أنكم تدعموا القناة لابد باش نضيف لكم إضافات أخرى جميلة باش تحيدوا النواحس الوصفات اللي جايين على المس العاشق على بزب الحوج إذن أحبابي خليوا لايك دعموا القناة فعلوا الجرس تأبنوا بحول الله وقوته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته